هلا والله أنا كورونا فيروس تاج الشكل وهدفي بس أني أوصل رئتك هذا كل اللي أبيه في سلسلة فيديوهات بعرفكم عني لأنكم ما قصرتوا بالعلام عني كأني أول مرة أجيكم ترى طلع أخوي من نفس العائلة في 2012 وكان اسمه ميرس وأخوي الثاني قبله في 2002 واسمه سارس لكن هالمرة جيتكم أنا ب2019 كوفيد 19 الأسرع انتشارا وتراي الأقل خطورة بين أخواني بنفس العائلة بنسبة وفاة أقل من 3% بس خلاصتنا أني فيروس من عائلة قديمة جيت هالمرة أسرع انتشار وأقل خطورة والحالات اللي شفيت فوق 60 ألف حالة ما شاء الله عليكم ما تركتوا صيدلية إلا وخلصتوا الكمامات منها وكانكم متأكدين أن هالكمامة هي أفضل وسيلة للوقاية مني لا أبد الكمامات نوعين نوع للوقاية 95 للممارسين الصحيين وهذا يفصلون على المقاس بالضبط النوع الثاني عشان ما أنتقل من شخص مصاب لشخص ثاني أو من شخص مخالط للمصابين وهذه لازم تلبسها بالطريقة الصحيحة يعني تغطي الفم والأنف وإذا بدت ترطب بدلها لأنها ما عادت تحميك مني وإذا أنت ملزم ترأي ملزم أكثر إلا قدام الصابون وغسل اليدين يا كرهي لها العادة اللي تقضي عليه تماما بعلمكم الزبدة هل المفترض تخافون مني ولا لا الموضوع مو معقد الخوف اللي صاير لنكم شايفيني أتنقل بسرعة من دولة لدولة ومن شخص لشخص حتى أن منظمة الصحة العالمية أعلنتني أمس كوباء عالمي وهذا يعني أن العالم كله بيوقف ضدي بس ليت البعض يوقف صح يعني مو معقول أنك تجلس خايف وترسل إشاعات وطرق وقايا غلط بالواتساب اللي بيفيدك تطبيق معايير مكافحة العدوى وتجنب الذهاب للأماكن المزدحمة وخل سلامك نظر وعلى قولهم ابعد عن الشر ما يجيك إن شاء الله شادي نحيلكم هاليومين قارنوا بيني وبين الإنفلونزا لو سألتك وش الفرق بين أعراضي أنا وأعراض الإنفلونزا العادية؟ إيه إيه؟ خلني أنا كورونا شخصيا أعطيك العلم ما في فروقات واضحة بيني أنا والإنفلونزا ممكن أجيب حرارة خفيفة أو عالية إراق شديد أو خفيف ممكن أجيب كحة ناشفة أو معبلغم الفرق الأساسي بيننا إذا الشخص جاي من بلد أنا منتشر فيه أو إذا خالط شخص مصاب فيني وتشخيص الطبيب يقطع الشك باليقين أدري من بعضكم جاه رشاح وبدي وسوس إذا حسيت بعراض عدوى تنفسية أعزل نفسك مباشرة واطلب الرعاية الطبية من منزلك والدكتور يحدد وش أفضل شي تسويه ولا تيجي الطوارئ أقعدوا في بيوتكم لا ححد يجي عاد في المجلس يقولوا أنتوا بون تحتمون مني بخروا البيت بلبان الذكر أو بخوه بالمرة صدموني بهالمعلومة ولا جارتهم اللي تقول كثروا فلفل أسود في الأكل لا هم اللي تغدوا زين ولا اللي حماهم مني تدرون أنتم كذا تسهلون المهمة بنشركم هالإشاعات وتطبيقها أجل من جدكم أني أجلس أربع ساعات في الخشم ترى وراي أشغال أخلصها أو أن العزل المنزلي ثلاث أيام بس المعلومات الصحيحة دائما لها مصدر موثوق حتى المعلومات عني خذوها مني واللي يقول لك بخر بيتك ارسل لها الفيديو جاك العلم وقالوا لك لازم تعزل نفسك في البيت أول شي بقول لك سر قرار العزل وبالضرورة يعني أنك مصاب فيني لا تهلي محد هو حماية بس الموضوع أبد مصعد لكن يبي لك تطبقه عشان سلامتك وسلامة حبايبك اختار لك غرفة وسميها مكتب المدير ما حد يدخل عليك ولا تطلع منها تقابل أحد وهلا هلا مثل ما قلنا في الحلقات الماضية عليك بالتعقيم والصابون وإذا عطست اعتصب منديل وتخلص منه مباشرة وغراض المدير ما حد يستخدمها غيره ودائم حافظ على تنظيف الأسطح والأماكن اللي تلمسها بيدينك بشكل مستمر وترك مسافة بينك وبين حبايبك ومثل ما قلنا الكمامة مهمة وعلى قول المثل المعروف في عيلتنا المعزول إذا طلع من داره زاد للمرض انتشاره إن العيون التي في طرفها حور نقلنا نادون أن يعرفنا من أنا هالقصيدة أنا كتبتها وبكيفكم إن كان ما تبون تمشونها لي أنا فيروس حب العيون وما جا ورها مثل الخشم وغيرها والإنسان بطبيعته يلمس وجه بشكل لا إرادي فوق عشرين مرة في الساعة وعليك الحسبة في اليوم كامل ونستغلها النقاط وتنقل من خلالها والشي الأجمل بعد إن معظمكم ما يعرف إن عادة لمس الوجه اللا إرادية ممكن تتغلب عليها بالتدريب يعني إذا صار وجاك شعور إنك تبي تلمس وجهك استخدم منديلي يا أخي وتأكد إن منديلك يكون نظيف بدل اللمس المباشر وانتبه لازم تتخلص منها على طول مرة كنت في أحد حصص الكيميا والمدرس يقول أنت أسوأ دفعة فيروسات مرت عليه المهم في درس المعاقمات موسخ واضح هالفاعلية بتقل أكيد والأفضل تغسل يدينك بالصابون تقدر تقرأ المكونات على المعاقم بنفسك وحاول تتأكد أن نسبة الكحول أو الإيثانول فيها فوق 60% وترام يحطون فيها مرتبات مثل الجلسرين لكن ما يمنع تستخدم كريم ترطيب إضافي إذا انشفت يدينك وبيني وبينكم حتى في الكيميا عندهم إشاعات يقولون إن فيها مواد مصرطنة وبصفتي فيروس كيميا مجتهد أقول لكم إن هالمعاقمات ما فيها مادة البي بي اي وإنت كمستخدم كل المطلوب منك تخزنها بشكل جيد وتحميها من الشمس وعيالك هلا هلا لا يقربونا كونها مهيئة فقط للاستخدام الخارجي هذا يسأل هل فعلا الحر بيقضي عليك إذا جاء الصيف اللي يقضي علي البقاء في البيت ولا الحر نشغله مكيفات ما مدى احتمالية إصابتي بالفيروس سؤال مهم الخطر يزيد إذا خلطت شخص مصاب أو جيت من بلد موبوء أو لمس السطح أنا موجود فيه لا تشغل بالك بالإصابة واشغل نفسك بالوقاية هذا السؤال العجيب كم فترة بقائك على الأسطح من ساعات إلى أيام لكن المهم التعقيم والسؤال الأخير كم ياخذ وقت عشان الواحد يتعافى يختلف من شخص الآخر ويتراوح من بين 7 إلى 14 يوم إذا مر بدون مضاعفات يا الله يا كريم عسل وليمون ملح وكمون وما حد عنده شي مضمون من بدأت أطلعوا مبيعات الكركم والزبادي زائدة يا جماعة من قال لكم أني كبسة ولا اللي فيتامين رايح فيتامين جاي وبدون ما يكون فيه احتياج فعلي لها شوفوا أنا ما أنكر إن فيه فوائد للعسل والزبادي بس ترى المناعة مثل الثقة ما تيجي في يوم وليلة إذا كنت حريص على جسمك وتبي ترفع مناعتك يبيلك تاكل أكل صحي وتحرص على خمس حصص في اليوم من الخضار والفواكه الغنية بالفيتامينات وخذها فرصة تعمل أكل داخل المطاعم ممنوع مارس رياضتك على الأقل نصف ساعة باليوم ونمزين سبع ثمان ساعات عشان صحتك يا زين وعندي لكم سر عن التوتر تراه يأثر على مناعتك سلبا ويشحن نفسيتك وسع صدرك ولزم بيتك وصحتك ألزم تبون الصدق أنا فيروس إذا ما أخذيت الموضوع معي جد وتكاتفته الانتشار أسهل ما علي الحمد لله ندرب التجمعات أقفلوه الحبايب والأماكن العامة وأماكن الازدحام بيئة خصبلي والانتقال فيها من شخص لشخص مثل شرب الماء والتوجيهات اللي طلعت بالبقاء في البيوت الهدف منها الانحسار مو الانتشار والبقاء في بيوتكم أفضل قرار لزموا بيوتكم تعرفوا على أهليكم جب شاهي وسولف أو تفرج على حلقاتي السابقة لزم بيتك وخلك عنصر فعال في أمان وصحة وطنك يلا سلام شكرا